صباح الفولة رجالة عاملين ايه كنسان طيبين بذكرى مولدنا معلسة السلام رجالة بس في البداية كده يعني ايه لو بيعجبك الفيديوهات بلا عليك الدعم اللايك وشير كده وصل الفيديو وخلي حد تاني يشوفوه يعني ان شاء الله يعني تقدر تعملها معانا كده تده توصلنا للناس وتده خد نفس الشرف انها تفرج علينا الدور الانجليزي الدور الانجليزي والوافاء بالعهود الدور الانجليزي وافد معانا بكل عهود مفيش مطش بيطلع فيك مفيش مطش وحش مفيش مطش ضعيع من بدايته وننهايته من اول مطش كريستال بلس الاسبوع ده يلاعب ولفرامتون لحد اخر مطش مبارح مفرق علي ارسنا مفيش مطش كان وحش الاسبوع ده ازبو حليم ده جدا فل الفرق انها انتهت بحالة تفوز اول حاجة كان وولفرامتون فازع لجسل بلس اتنصف وولفرامتون انه سانتو بيحط ايدي ثاني على مستوى الفرق او بيرجع ونستوى الفرق زي زمان زي المسلمين ده فات قبل ما بيعد وهرت وبيعجوت عنده نيتو وعنده بودانس الاثنين جاملين جدا والراجل بتاع باكل يمين انه واشترا مباشرون ونسن سميدو عمل مباراة غير عادية بلعب على اثنين من اتقل لعيبة في الدورة الانجهزة وعلى ايزي ايزي لعب كون حريف اول وكان دايس في المنطقة الهجومية قادر يورس في المنطقة الهجومية قادر يعمل خطورة وشكل خطورة من ناحية الام نومسانتو بيعود لفوز حاجة يميلة جدا ولقاء غير طبيعي طرد كده لكريستال بلس ما اصر شوال عبر اي حاجة بمضيف تنماتش وويلفر هامتون بيفوز وبيستعيد كده بعض من مستوى على مستوى القورة على مستوى الاداء تشينسي اللي خلاص عارف من اين تقل الكشف مانبرد حضرت ايده ع الناس اللي هتكسب معي الناس اللي ممكن تستمر معي والطريقة اللي قدر يلعب بها يعني هيلعب ليحانش هيلعب فيرنر كان هيلعب بوليزيتش كان هتبقى خطورة شيلسي اقوى من كده كتير اوي السرعات اللي في المنطقة الالمية هتبقى جامدة جدا والرغل يوصل فعلا من حتة انه هيلعب مواجن واحد اين كان مسمى فيرنر او ابراهام اين كان واحد مين فيهم بس الهيلعب تسع فيهم هيلعب هتحتمل بوليزيتش وزياش حاجة اي ده يعني انت هتشوف جعيم في جعيم هيجي عليك زياشن مشتغل من ناحية اليمين بيخش قلب الملعب وشط بيشمال الواحدة ديت اللي جابه يقول لعيب كرة ولعيب كرة كبير والصابة بتاعته اللي كانت في اول الداري خدت مزرمنا لنبر اولا مش يعني لنبر برضو بيمش على سطر وسطر مش قادر اقول مش قادر اجزم لكوا اللي هو ايه خلاص كده تشهزي ممكن اكون الدوري مش عارف برضو انا شايف لنبرد هو كده كويس اولا لنبرد كده جامل جدا ايه بقى لي نسبة العكس وسبة العكس خلاص بقى احمد حسامينو مشيح لعارف تمام بيفوز سنة صفر فيلمر بيهدف وزياش بيهدف وزوما برضو الراجل بتاع الدفاع اللي فايق جدا لثالث هدف ليه في الدوري بيوصلوا نقطة كبيرة جدا ان هما بيفوزوا بيستعيدوا بعض المستواهم والثقة والدنيا وكل الكلام ده بيجي عالجبان بقى والحلوة بتاعت ارسنل ومونشستر او قبل الكلام عن ارسنل ومونشستر خليه اخر ماتش الكلام عن ساوس هامتون الكلام عن استون فيلا تاني انجلز ورفاقه يعني فرق اجاملة جدا للموسلم ده لقالهم ثالث ماتش هتا قول يفوز اوه فازوا على افيرتون 2-0 قولنا ديت حاجة كده فبيردوا يفوز على استون فيلا الفريق اللي فايق فازوا على اقواف الاتين في الدفاع استون فيلا وإفيرتون بيغلب استون فيلا بيسجل اربعة صفر بداية ستة سمعين اربعة صفر لتيجة ولعب وكل حقوق خطة وكل حقوق بيفوق استون فيلا في الاخر وجريتش بيفوق وبيستوعب تريزيجي شوات كتير قوي 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 بس مش معزوز تريزيجي مكارتي كان واقف حمل حمى ست سبعة خوار شانو من تريزيجي بس قبل ما يخش فيه تلك جوان من جريتش وويتين كيس ومنجز انا شايف ان استون فيلا صراحة راجع للماتش تاني بس استون فيلا في تخبط للماتشين خسر ثلاثة اصفر دخل فيه تلك جوان في تسعة عشر دقيقة من لتس وبعد كده دخل فيه اربعة تجوان خلاص ما بقاش بيوصل كتير وبدفعه مهام لا احنا كنا قول نشو مثلا استون فيلا في الاسابيع الاولى استون فيلا فريق قوي جدا نفاع يعني ما بيوصلش كتير بس قوي جدا نفاع يعني انسى 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 في حيث نفاع لا انسى احنا عقوية جدا احنا مش هادسين ان تانية اخدام على فين احنا اقول لهم هنشوف دوري جامل جدا شوف استون فيلا بينافس شوف ايبيرتم بينافس لكن اتضح من الفاربول كان سرحان بس شوية كان نحس انه كان واحد بياكل ورجع تانى خلاص لا انا جاعة مستوانة تانى ورجعها مالا اول تانى جوتا بيثبت للجميع وبيكسفني كده بيقول ان هو صفقة من العار التقيل بيهدف المرة التالتة او المرة الاربعة في الموسم دور والاهدف بتاعته كلها بالثلاثة بونت اهدف جوتا بالثلاثة بونت نعمل بيخلص بالثلاثة بونت ماتش الهدفات مع شيفلد خلص واحدة بالدماغه بالثلاثة بونت فوراب المخنوع بدماغه ماشي برجله ماشي بيمينه من جوه من بره عنده تنوع كبير جدا بس النقطة التحول في المباراة ما كانش جوتا ما كانش كل الكلام اللي احنا هنقوله مسلا ان هو سحب ساد يومانيه وخلاف مهاجم وطلع جوتا من براه نقطة تحول في المباراة كانتشير دان شاقيري شاقيري ما اشتغل عشرة ما حسناش مثلا بشاكيري قبل كده ما كانش فيه شاكيري قبل كده لما اشتغل عشرة في المباراة اللي فاتت عمل كام كوره ما نهمش حل من دون السروب تها جوتا ده لازم يتدرس سؤالة جوتا ده لازم يتدرس سؤالة من دفعين فالتكات تقول ده وضوح جوتا ومفارد بالجوم انت رفل كويس جدا انا رفل ده مش عارف انا بيقعد دكة ليه ده سؤالي بصراحة بيحيرني السؤال ده بيقعد دكة ليه انا مش عارف فش بقى على الارس الملشستر وفي الولد ترفض وارسنا بياخد تلاتة بند او من ضرب الجزاء بس استحابة عملنا ماتش قولت بيحنا استحوازنا وصل في المباراة استحواز ارسنا وصل في المباراة بخمسة سبعين في المئة وسبعين في المئة احنا كنا في دقايق بنمسك فيها قورة بس يعني عشر دقايق بتاعتنا بس بروح نهاجب ونرجع لدافع قورة بتاعتنا بس القورة الارسنا مفيقش قورة اكتر من دقيقة اكتر من دقيقة لأ مفيش حاجة اسمها دقيقة ارسنا بيستحواز يقول بيستمها بعد دقيقة استحواز كامل بفضل مين؟ بفضل ربنا طبعا بس بفضل محمد النني وبرتي مفيش كلام تاني بعد اللي هتنندق نندفندرط بيعرفون ان خورة القدم دي لعبة سهلة وبسيطة مش محتاج المعاناة مش محتاج المعاناة محتاج ان ده قلوق فهم مهم مركزك انا ده مركزي اعرف اعمله الرجل النني بارتي يروح يغطي على مين؟ النني يقلب مع الملعب ينزل تحته يعمل اللي هيخد السكندبول بتاعته اللي هو قطعت او طالت بتاعت النني يجي الرجل يطلعها وده بيلاقات ضغط عكسي من الباكين المية او من المهاجم بروح يضغط ضغط عكسي عليه طيب نهاية الشمال النني واقف نهاية الشمال وبرتي بيعكس مع الملعب نفس القصة الساكة اللي كان بيلعبها في شمال يحلي حمر مبارقة جميلة جدا اول مرة شكر في الساكة حاجة جامدة جدا صراحة الرت تاب رابع عليكو الرت ترماش دوات اربعة اربعة اثنين جامدة جدا مش اربعة اثنين ثنت احد اربعة اربعة اثنين ان كان ويليام وساكة ويليام بشتغل عشرة وساكة بشتغل هف شمال وبيطلع بأم بلارين يا أم تيرني لو طلع بلارين تيرني يشد الملعب ببسير زباك ثالث لو طلع تيرني يشد الملعب ببسير زباك ثالث وبرضه موجود النيني موجود بارتي ياخدوا القرى الزايدة في نص الملعب ينزلوا على عداية وكسبها عداية في الدفاع في وسط الملعب شفنا كتير اتنين مدافعين من أرسنل بيروح عالجوم بتاعه وبيفتحوا طرفين الملعب والنيني بيقف في نص بلعب ستوبر او سويبر لبرو متقدم او لبرو وسط الملعب ده هو القشاش ياخدوا القرى لقشاش ما بيطلعهاش مش واحدة ولا التانية ولا استعجال لا ان النيني كان بيروع ويزيد 4-5 خطوات وياخد 5-6 متر دولة يكسبهم ويرجع تاني تسنيه متسلم النيني يشوف نفس كتير وحشف نفس شغطة قدام الجون يعه بيتقدم دعم بقى لمحمد النيني بقى ما هو؟ طعزين منه ايه بقى اهو؟ زهل فيقول له الحمد لله اتكلمنا عنه في الأسبوع الاول وقلنا انني بيقدم مستورقة الحمد لله ما خيبش الرجل زي ما هو انت يكفيك بجد والله ان انت لحيب مصري من عندك بيشير شرطة كابتن او ارسنال انت عارف ديت لو لعيه لحيب تاني مش هحيز اقولك لصلاح وانا انا رحب صلاح بس مش هحيز اقولك لصلاح لو صلاح كان الدنيا اتقلبت كان الدنيا اتقلبت كان مسلا الاعلام بتاعنا فدري يتكلم عنا ست سنين يقول لك صلاح كابتن ليفاربود كابتن مفيش مفيش انتو مش شايفين محمد الني ده خالص يا رجل ده لو ما شوفش مسلا حد بيدعم الني على نوعية سنين ما شوفش دعم الني يد وانا مش مصري دعم انو بيقى في نفس الدولة الانجليزية ولا احنا بنعرف العابة اللي بيجيب تكون بس العابة اللي بيجيب تكون بس هو الامل بتاعنا هو الحياة بتاعتنا ما احنا عندنا نقص الناقص ويا ريت لما الني بيلاعلي يكون يجيلاع في المنتخب ياريت نداء كده نداء استغاثة لجمهور مصر كله ما هلعبش لما طرق حامد احنا طرق حامد ده طرق رجولة طرق جدعانة طرق كرة جاملة جدا طرق حامد طرق حامد احسن واحد في الدنيا بس النيني طرق حامد الاثنين مركز واحد الاثنين ستة طرق حامد مش هلعرف اشتغل نفس شغل النيني طرق حامد الرجل قطيع وبيلاع بالباصر طولي جميل جدا بس طرق حامد في الشرطة باصر اللي هو المصر قصير واحد واثنين بتحصل اللخمة رسمي بتحصل اللخمة عاش يستلم ونسلم وينطلع يزيد ويرجع يدافع ويبقى استوبر مع الاثنين وما ده فيش الكلام ده مع طرق حامد طرق حامد راجل مفسد هجمات بس راجل قطيع كرة برفع ليه هو ده مركزه بيقديه مية وثلاثة في المية مستوى رفيع لكن مش هياف اشتغلك الشغل يا فلما شغل النيني اشغل النيني جنب السلية وشغل الطريح حامد demand معه مشتصل Wei و ضر إلى مركز الثماني أي واحد تاني يعني السلية كن أهله اي حد تاني اشتغل مركز الثماني مو كان اشغلت له مركز الثماني مشتغالها زمان في العالم. بس الاثنين جانبا بعد فقدنا وسط المعام. لان اني هيزيد ولا طريقة هيزيد. هفضل وقف فيها. وعندك الباكين يدي مين والشمال. مهما كان. هنرجع وقوله الصراحة يعني. ما عندكش الباك اللي هيضرب المية وعشرة متر ولا المية متر دولة. رايح جاي طول المطش زي بلالين وترني. ما فيش. عشان ما اتفرقش عن نيني في القرص دي دولة سنيني مش النيني. الخلق مش النيني. الخلق فيك انت. في تشكلتك انت. كل واحد عنده قماشة بيستخدمها. استخدم قماشتك على قد ما اتجي. ما امفعش انا معي حتة قماشة. قد كده اروح اعملها بدلة. لا هي تنفع كذا. تنفع منديل. تنفع عميس. ما تنفعش بدلة. ان شاء الله بإذن الله اني نضمن منطقة مصر كده. لقائل بتوعتوه دول. خلينها سرحلية على منطقة مصر بس لازم نقلقوا لمنطقة مصر. حسن من بدل اختياراته لسه ما كاملش اختياراته. بس قد الوقت اختيارات فيها لسه. فيها كلام. فيها حاجات. انا مش اعرف. بس ان شاء الله بإذن الله زي الفن. ان شاء الله تكون العباء اللي اخترها حسن من بدل يتبقى العباء على قد المستوى. والحمد لله اني وجه الدعوة للنين. الحمد لله اني سمع مصريين كلهم قلوين محمد بنيني. ما تضمش دمتها الناس كلها محمد بنيني يا رجل اساسي. الحمد لله اني مو. وقرسنا. انا رب في السحاب. الاهل وقرسنا. سرنا مع ريال مدريد. ما تقول ليش تابو ريال مدريد. انا هقول لها انت بايخ بقى الصراحة. احنا خسرنا وقومن شخطار وخسرنا. وتعادلنا مع بروس يا مونشنج لبا. يخفر احنا اقول لها تعادلنا مع بروس يا مونشنج لبا. وخسرنا من قادش. بس فوزنا على برشلونة يا فرحتي. يا فرحتي. لما اخسر كل المرشود اللي علي كل المرشود اللي اخسر برشلونة انا معلي. برشلونة عادي ما اتعادلت مع فرقة او المرح واما ما معرف اسمها ايه. وانت مش عارف. ريال مدريد روح في حتة تانية. رويح في حتة تانية خالص. ان شاء الله خير وان شاء الله. الحمد لله تماما الاهل وقرسنا بخير. انا بخير. وكل الدعم اني لها تحق مديني. وبلعلك لو عجبا من البديو. معلش. انا نفسك. لايك وشير. لايك بس. حبيب. بصمت. انا نفسك.